بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل كلامنا إن شاء الله في شابتر أربعة اللي بيتكلم على كابلان تربين هنتكلم النهاردة على الجزء الثالث وهو الفيلوستي دايجرامز أو الفيلوستي تريانجلز علشان نقدر نرسل مسلس السرعات في مدخل ريشة كابلان وفي مخرجها لازم نحدد الأول مكان رسم المسلس وزاوية الميل فاتجاه الفيلو بالنسبة لكابلان بيكون في اتجاه الأكس في الدخول وبرضو في اتجاه الأكس في الخروج ولذلك زي ما قلنا قبل كده تسمى كابلان تربين أكسيا الفيلو تربين زي ما واضح في الصورة عندنا الريشة بتبقى adjustable يعني قبل الحركة وممكن تاخد different angles ده طبقا لللود اللي موجود على التربين وكذلك طبقا للفيلوريت المتاح في مدخل التربين طيب علشان أرسم مسلس السرعات هنلاحظ عندنا وجود أكتار مختلفة عند مدخل التربينة يعني عند الهب اللي هي السرة بتاعة التربينة الكتر بنسميه hub diameter السرعة الهب هنا هتبقى مرتبطة بهذا الكتر زي ما قلنا قبل كده ان اليو بتساوي باي في دي في إن على ستين فتغير الدي هنا هيغير قيمة اليو وبالتالي هيغير شكل مسلس السرعات سواء كان في المدخل أو في المخرج لذلك لو احنا وقفين عند الهب هتكون الدي دي بالهب diameter وبالتالي اليو لها قيمة معينة أصغر طبعا من قيمتها عند tip diameter اللي هو عند أو outer diameter اللي هو السطح الخارجي للريشة الكتر هنا بنسميه tip diameter وفي هذه الحالة اليو أيضا هتتغير طبعا ده هيؤدي بالتالي إلى تغير في شكل الريشة وميل الريشة في زاوية الميل ما بين الهب وما بين التب ولذلك علشان نرسم المسلس لازم نحدد احنا هنتكلم فين بالزبط هل نتكلم عند الهب يبقى هنرسم مسلس سرعات في المدخل عند الهب وفي المخرج عند الهب كذلك هنرسم مسلس سرعات في التب وفي المخرج عند التب قات هب لما نخلي كلامنا عند الهب يبقى اليو زي ما اتفقنا هتساوي باي في دي هب في ان على ستين ودي هتبقى في الدخول اللي هي اليو وان هي هي في الخروج اللي هي اليو تو لأن المخرج له نفس القطر طيب علشان نرسم المثلس هنرسم الريشة زي الشكل اللي قدامنا وزي ما اتفقنا ان مسلس السرعات بيتكون من ثلاث اضلاع رئيسية ضلع يمثل اليو اللي هي سرعة الرانر نفسه وضلع يمثل الابسوليوت فيلوستي اوف ووتر وضلع يمثل وضلع يمثل للريشة نفسها ده بيكون الريلاتف فيلوستي وده بياخد ميل زاوية اسمها بيتا وان اللي هي هنسميها البليد انجل او الرانر انجل ات انلت والكلام ده عند الهب وليها قيمة معينة اتجاه اليو طبعا بيبقى مع اتجاه الدوران اللي هي هنسميها اليو وان في الدخول وبكده اللي يقفل المثلس هيبقى الفي وان يبقى الفي وان دي هي الابسوليوت فيلوستي بتاعت المية وبتكون ميلة بزاوية الفا وان اللي هي تمثل ميل ريش ميل ريش التوجيه بتبقى واخدة ميل ريش التوجيه لو احنا حللنا الفي وان لمركبتين هنلاقي في مركبة المسؤولة عن الباور اللي بنسميها الور الور لفيلوستي ومركبة مسؤولة عن الفلو هنسميها الفلو فيلوستي طيب يبقى كده المسلس السرعات اكتمل في المدخل وما زال كلامنا عند الهب طيب في المخرج برضو هنقول الموازي للريش هيبقى هو الريلاتيف وهيبقى واخد ميل بيتا 2 اللي هو ميل الريش في المخرج اليو ما زالت قيمتها هي هي لان قلنا اليو 1 هي اليو 2 لان المدخل والمخرج له نفس القطر عند الهب واللي يقفل المسلس في هذه الحالة الابسوليوت فيلوستي اللي هي الفيتو وبما اننا وضعناها بشكل قائم زي ما شرحنا قبل كده في فرانسي سترباين ان الهدف من وضعها في هذا الشكل او خروج الزاوية خروج الفلو ان راديال دا بيخليها بتعطي ماكسمان باور ففي هذه الحالة برضو مخرج الفلو من الريش هيكون قائم الزاوية عشان يخلي الفيتو بتساوي الفيتو وبالتالي الفيتو في المخرج هتكون بصفر لما ننقل كلامنا طيب عند التب الوضع هيكون ايه الاختلاف عند التب الو هتزيد يعني الو ون هتساوي الو تو برضو في المدخل والمخرج وهتساوي باي في دي تب في ان على ستين يفرق ايه كلام دا عند الهب يفرق ان التب ديامتر زاد يعني الهب ديامتر كان ليه قيمة والتب ديامتر بقى اكبر وده معناه ان اليو كمتها تكبر وده معناه ان ممكن مسلس السرعات يتغير اتجاهه بسبب زيادة قيمة اليو يعني لو حبينا نرسم مسلس السرعات في هذه الحالة هنجد ان الريشة اخدت ميل مختلف علشان تتوافق مع هذا المسلس ويبقى الموازي للريشة برضو هو الVR1 واخد ميل بيتا 1 اليو قيمتها كبرت فبقيت اليو 1 بالطول ده مثلا ويه الي يقفل المسلس الVR1 لو حللنا الVR1 في هذه الحالة اللي هي واخدة ميل الفا 1 هيدين مركبتين اللي هي الVR1 المسؤول عن الباور والVR1 المسؤول عن الفلو وهنلاحظ هنا ان الVR1 اقل في القيمة من الVR1 بالنسبة للمخرج الموازي للريشة هو الريلاتيف واخد ميل الريشة اللي هيبقى بيتا 2 اليو ما زالت كبيرة طبعا هي كسكيل هي مش مرسومة بسكيل لكن اليو 1 هي اليو 2 بالضبط ما فيش اي فرق اللي هيقفل المسلس زي ما اتفقنا دايما هنخلي الفلو في الخروج واخد زاوية قائمة فاللي هيقفل المسلس الVR2 اللي هي هتساوي الVR2 وبالتالي الVR2 في الخروج هتساوي 0 واليو 1 زي ما اتفقنا هتبقى قاعدة عندنا ان اليو 1 هتساوي U2 سواء كان عند الـ او عند الهب